نروح بقى لأخبار فريق النادي الأهلي النهاردة بيرجعوا تاني للتمرين يعني النهاردة على ملعب طبعا للتيتش النهاردة واصل تدريبات والنهاردة طبعا استعدادا لمباراة المهمة جدا جدا إن شاء الله مباراة المريخ حضراتكم عارفين إن شاء الله بإذن الله بعد بكرة الساعة 4 العصر هتغادر باسة فرقتنا النادي الأهلي طبعا إلى السودان النهاردة موسيماني المدير الفني عمل تأسيمة قوية جدا بطول الملعب الفريتين كانوا بيحضروا طبعا بعض الأجزاء الفنية الشكل الفني الخاصة طبعا بمباراة المريخ وكان قبل التأسيمة كان كمان موسيماني كالعاد عمل محاضرة فنية لكل اللعيبة يعني برضو كان حريص فيها إن يحفظ بعض اللعيبة التعليمات الخاصة بهذه المباراة ودائما الأشياء الفنية لازم بتبقى من خلال الصورة من خلال تقنية الفيديو وبيقرروا الكلام ده في الملعب فكان النهاردة كان فيه محاضرة نظرية كده من خلال الفيديو في بعض الجمل التكتيكية اللي تتطبق إن شاء الله في مباراة المريخ زي ما حضراتكم عارفين كمان كان فيه مسحة طبية قبل الصفر للسودان كمان حضر خماسي الأهل المتواجد في معسكر المنتخب اللومب يرجعوا كلهم بألف سلامة يعني عملوا كمان مسحة طبية مع زملائهم قبل الصفر للسودان عارفين حضراتكم أن قائمة المنتخب اللومب كانت بتضم خمس لعيبة من النادي الآلي بجانب طبعا 8 لعيبة في المنتخب الأول كان طبعا مصطفى بشوبير موجود أحمد رمضان بيكم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق نهاردة بيعملوا كمان أو عملوا المسحة بيتطمن على فرقتنا إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا مباراة مهمة جدا جدا إن شاء الله سهام مباراة المريخ إن شاء الله يعني اتطمننا يمكن زعلانين شوية لإصابة حمد فتح لكن يعني مقدر الله ما شاء أفعل لكن إن شاء الله كل رجالتنا متواجدة إن شاء الله بإذن الله يبقى كمان مباراة المريخ مباراة على المستوى الفني تليق باسم النادي الأهل ونتصدر مجموعتها بإذن الله إن شاء الله كابتن سيد عبدالحفيز النهاردة كان بيكشف عن برنامج تدريبات الأهلي في السودان وقال إنه تم الاتفاق بالفعل مع نادي المريخ السوداني على إنه يخود ميراني الفريق يوم الخميس اللي جاي على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم بدلا من اليوم الجمعة استعدادا طبعا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم السبت في ضمن أو ضمن تصفيات الجولة اللي خمسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفراقي كابتن سيد عبدالحفيز النهاردة كمان كان من المفترض أو بيقول كده إنه المفترض كان يخود الميراني الرئيسي على ملعب المباراة من الجمعة اللي جاي ليوم الخميس لأنه فيه طبعا بينشغل النهاردة الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني والسانداونز نحن عارفين إنه بيلعبوا في نفس اليوم وده اللي دافع النهاردة فريقنا الاتفاق على خود الميراني الرئيسي يوم الخميس بدلا من يوم الجمعة كابتن سيد كمان بيقول إنه خلاص يعني الفريق هيخود ميراني الأخير يوم الجمعة اللي جاي على أحد الملاعب القريبة من فندق الأقامة في السودان كمان بيقول إن إليون ديانج هينضم إن شاء الله للتدريبات الأهلي بكرة إن شاء الله بعد طبعا خلاص فترة التوقف الدولي انتهت ومشاركته في معسكر منتخب مالي انتهت وقالوا إن شاء الله هيجي بكرة الفجر هيوصل مصر ويكون متواجد في التدريبات بكرة وطبعا عارفين إنه وولتر بواليا كمان هينضم للأهلي في السودان مباشرة من الكونغو أي رحم الكونغو على السودان على طول